أتانا رد ويشكروني عليه المسؤولون اللبنانيون تسلم الدول الخليج العربي رد لبنان على مقترحات لتخفيف حدة التوتر والأزمة الدبلوماسية بين الطرفين مؤكدة على لسان وزير الخارجية الكويتي أحمد الصباح أنها ستدرس الرد اللبناني قبل تحديد الخطوة المقبلة لحل الأزمة وتفيد مسودة رسالة الحكومة اللبنانية إلى دول الخليج العربي بأن لبنان لن يتطرق لمسألة سلاح ميليشيا حزب الله لكنه سيعبر عن احترامه لكافة قرارات الشرعية الدولية بما يضمن السلم الأهلية والاستقرار الوطني للبنان وبالتزام الحكومة قولا وفعلا بسياسة نائي بالنفس لكن المسودة لم تتضمن إشارة إلى قرارات محددة للأمم المتحدة ولا إلى خطوات لتنفيذها كما تلتزم لبنان بحسب مسودة الرسالة بسياسة نائي بالنفس عن الصراعات الإقليمية وهي سياسة تتناقض مع قيام ميليشيا حزب الله بنشر مقاتليها في سوريا والعراق واليمن ويرى مراقبون في الرد اللبناني ردا دبلوماسيا لا يحمل إجابة واضحة عن مدى استعداد بيروت للتعامل مع نفود حزب الله وسلاحه فيما نفد صبر الدول الخليجية من اللغة الإنشائية للتهرب من الالتزامات تجاه تورط الحزب في القتال في اليمن بعد سوريا والعراق وتريد دول الخليج العربي من بيروت كبح جماح ميليشيا حزب الله المدعومة من إيران وتمارس وحلفاؤها نفوذا كبيرا على سياسة الدولة اللبنانية مقابل تحسين العلاقات مع لبنان وإعادة بناء الثقة معه وتفقم التوتر في علاقات لبنان مع دول الخليج في تشرين الأول الماضي عندما طردت السعودية وعدة دول خليجية سفراء لبنان كذلك بعد دعوة دول مجلس التعاون الخليجي لبنان في كانون الأول الماضي إلى تشديد الرقابة على الحدود واتخاذ إجراءات لمنع تهريب ميليشيا حزب الله المخدرات إليها وأدى الصدع الذي أصاب العلاقات مع دول الخليج إلى زيادة الصعوبات التي يواجهها لبنان الذي يعاني من أزمة مالية وصفها البنك الدولي بأنها من أسوأ الأزمات التي تم تسجيلها على الإطلاق